مسحوق لكحل الأعين مغشوشة كاميرا النهار تجولت في بعض الأسواق والمحلات التجارية مساحق كثيرة لكحل العين وبمختلف الأنواع مستوردة وغير معروفة في تركيبتها بما فيها الإثمد الأسود المتوفر في بعض المحلات صراحة ما نعملها لأنه كل ما نعملها العينين تعيط يمرضوا جيني الحساسية وما نقدش هنا حرقوني بها نعملها غير الكحل الطبيعي الكحل الطبيعي اللي كانوا يخدموه يخدموه جداتنا وعاود نحن تاني خدمنا هذا الخدمة واستعملنا هذا المادة وكانت تخرج علينا غاية الغاية ما كناش نعملو هذا الحوائج اللي راهم يعملوهم اليوم حاليا ويدرنا في عيننا هو الحنين إلى كحل العين التقليدية الذي كانت تحضره نسوة زمان بطريقة تقليدية خالية من أي مادة مضرة الحاجة نزيها إحدى النساء القلائل التي لا زالت تحافظ على الطريقة التقليدية في تحضير كحل العين المتوفر في الأسواق وبأثمان في متناول الجميع هذه خلتين نشيرها حجركي موش تهضروك يا نجيبو لها النيلة كي نوح النيلة نباع سبيسيال لها والعضامت على الطمر والعضامت على الزيتون نجيبوه ونحرقوهم وندقوهم وندر معهم زيت زيتون باش مدرشوا العينين زيت زيتون زيت باش مدرشوا العينين هذه هي الطريقة التحاخل راهم يدروا صغارات وكبارات ومشوا عرائل صوتوا يديوها معهم هادو مديرية الصحة لولاية تنمسان أكدت عدم استقبالها لأي يدي حالة إصابة بهذا المسحوق الخطيرة ليبقى الكحل التقريدية هو البديلة